السيد محمد الشاعر السوداني عنده نواية حقيقية لأصلاح الصناعة العراقية أول شيء بالنسبة للسيد محمد الشاعر السوداني أنا رأي فكرة الترانسية من سنة 2019 ثلاث رؤساء وزراء اتغيروا وثلاث وزراء نقل اتغيروا ولم يحقق هذا المشروع الاستراتيجي اللي هو المورد الثاني بعد النفط السيد محمد الشاعر السوداني بـ 48 ساعة أقرى ولغى اللجنة التعطيلية اللي كانت برئاسة وزير النقل السابق والحمد لله والشكر وإن شاء الله يرى النور بعد أسبوع أو عشرة تاعة اشرح لنا باختصار شنو مفهوم المشروع حتى من الممكن للمشاهد قد يسمع فكرة جديدة جميل بالنسبة للمشروع الترانسية هو الله سبحانه وتعالى خالق العراق يربط أوروبا بآسيا البضاعة الأوروبية والتركية تدخل عبر أراضينا من إبراهيم الخليل وتروح إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية وإلى منفذ صفوان العبدلي مع الكويت البواخر اللي تطلع من ميناء مرسين سابقا تروح البضايع إلى ميناء الشويخ الكويتي 23 يوم بينما انتهس البضاعة اللي تدخل عبر أراضيك برا وتطلع إلى زاخو من زاخو العفو إلى صفوان وعرعر بأربعة أيام إلى ثلاثة أيام أول شيء التاجر ترجع لفلوسها خلال أربعة أيام خمسة وإذا كانت بضاعة مواد غذائية رح توصل الفريش للبلد طبعا البوابة الكويت وبوابة السعودية هي تدعم يعني البضاعة تروح إلى قطر إلى البحرين إلى الإمارات وهذا المشروع يشغل عشر تلاف رب عائلة من ضمنها الشاحنات العراقية المطاعم الأسواق الفنادق اللي يبيع إطارات هاي كلها تشتغل تصير حركة بعديا النقطة الأساسية يثبت العراق بأن بلد آمن وأرض خصبة للاستثمار شلون؟ الشاحنات محملة بملايين الدولارات تجي من زاخو وتروح إلى السعودية وكذلك من الجارة إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجي البضاعة من عدة وتروح إلى سوريا وبالعكس فهذه الحركة الكبيرة حركة يعني مسهلة وإحنا هاي كنا نعمل به من سنة 1984 أو 83 من القانون القمارق من المادة 85 إلى المادة 99 فالترانسيت يشجع المستثمر ويثبت بأن البلد آمن والبضاعة اللي تدخل بملايين الدولارات من منفذ وتخرج من منفذ آمنة يعني هذا البلد باستقرار والحمد لله والشكر شكرا جزيلا سيد باصل